الله عز وجل يقول فإن زللتم عما نهيتكم عنه من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم العزيز يا أخوان هو الذي لا يغلب والذي لا يقدر عليه طبعا هذا كناية عن عقوبته لمن خالف يعني أنا لا أغلب الله يقول وبالتالي سوف أعاقب الذين يزلون في رجل مرة عم يقرأ هذه الآية هكذا هذه ذكرت في كتب التفسير قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور الرحيم هي شوه عزيز حكيم فقال هذا الرجل الحكيم لا يتكلم مثل هذا الكلام قالوا لما قال لأنه لو ذكر المغفرة بعد الزلل لكان إغراء على الزلل يعني أنت إذا بتقول لأبنك يا ولدي تفعل الخير أنا أكرمك بس إذا كذبت سأسامحك هيك بتقول له ولا إذا كذبت بدي أشل عادانك ثلان يعني هكذا تقول له فأنا إذا ذكرت الزلل ثم ذكرت العفو بعد الزلل مباشرة كان إغراءا أن يفعل الإنسان الزلل فقال الحكيم لا يتكلم مثل هذا العرب آذانهم وعية والسينتهم فصيحة ويفهمون لذلك كانوا أول الناس فهما لأن هذا القرآن معجز لأنه عندهم لسان عربي قال الحكيم لا يتكلم مثل هذا لأنه لو ذكر المغفرة بعد الزلل لكان إغراء عليها قال الآية هكذا فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم سوف يغلبكم ويعاقبكم إن لم ترتدعوا عن هذا الزلل ذكر القرطبي وغيره أن رجلا قرأ قول الله عز وجل في سورة المائدة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور الرحيم هي عزيز حكيم نفس الآية فقال رجل من الجالسين من الذي تكلم هذا الكلام فقال له الجالس الله عز وجل قال ليس هذا بكلام إله قال كيف قال ينبغي أن تكون الآية والله عزيز حكيم قال فانتبه هذا الذي قرأها خطأا ثم صحها وقال والله عزيز حكيم قال له ولتحفظ القرآن أنت تصحعتني الآن قال له لا أحفظ ولكن الله عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم فلما يقطع يعني هو عم يتكلم الذي يقيم الحد ويقطع هو قوي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم عز فحكم فقطع أما لو كان غفر ورحم فلما يقطع أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويفهمنا والحمد لله رب العالمين